القوات الأوكرانية تكسف انتشارها حول معاقل القوات الموالية لروسيا في سلافيا نيسك وذلك بعد أن قتلت 30 مسلحاً قالت إنهم كانوا مزودين بأسلحة ثقيلة وذلك قرب مبنى وزارة الداخلية في دونيتسك يأتي ذلك بعد المعارك العنيفة التي دارت يوم الاثنين وأدت إلى مقتل أربعة وجرح 20 جندي أوكراني في كبين نصبته القوات الموالية لروسيا لهم وأعلن الناطق باسم الجماعات الموالية لروسيا أنهم كانوا يتهيئون للرد على هجوم للقوات الأوكرانية على مواقعهم وفي أوديسا ساد الهدوء يوم أمس بعد اضطرابات الأيام الأخيرة والحريق الذي أودى بحياة 40 وجرح 174 من الموالين لروسيا ولوحظ وجود قوات شرطة في الشوارع لمنع الحوادث خاصة في يوم التاسع من مايو ذكرى الانتصار على النازية